هنا مستشفى القدس في غزة الذي يأوي حوالي 14 ألف نازح بالإضافة إلى المرضى والتواقم الطبية والذي أصرت تل أبيب على إخلائه في تهديد واضح لمن فيه شهد محيط المستشفى غارات متواصلة أدت إلى انفجارات وتدمير مباني مجاورة رغم أن واشنطن حثت تل أبيب على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتمييز في عملياتها العسكرية بين حماس والمدنيين لم يبقى حجر على حجر في غزة ومن بقي على قيد الحياة يعاني الأمرين بسبب ترد الأوضاع الإنسانية طوابير طويلة أمام المخابز استبدال السيارات بعربات الحمير هذه نتيجة نقص المواد الغذائية الأساسية والوقود وكل ما يحصل في القطاع فشل إنساني كارثي نددت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأمم المتحدة حذرت من انهيار النظام العام في قطاع غزة بعد نهب عدد من مراكزها وبطء دخول المساعدات الإنسانية وأمينها العام أنتونيو جوترس دعا إلى وقف الكابوس لكن الجيش الإسرائيلي يكثف القصف وعملياته البرية إنها حرب طويلة وصعبة وفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اعتذر عن اتهامه مسؤولين أمنيين بالفشل الذريع نتنياهو أكد لعائلات الرهائن المحتجزين ندى حماس أن المرحلة الثانية من الحرب بدأت وهدفها تدمير القدرات العسكرية لحماس وقيادتها وإعادة الأسرى إلى ديارهم لكن هذه العائلات صبت جامى غضبها على الحكومة خلال احتجاجات للمطالبة بأجوبة في ظل عدام اليقين بشأن مصير الرهائن فالقصف الشديد يعرضهم للخطر القوة الإسرائيلية أعلنت من جهتها زيادة عديد قواتها ومدى عملياتها داخل غزة حيث تنفذ منذ الجمعة عمليات توغل بمشاركة جنود ومدرعات بينما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس التوغل من جديد إلى إراز في شمال قطاع غزة وخوض معارك دارية هناك كما في داخل القطاع يأتي ذلك في وقت نفتت صحيفة The New York Times إلى أن تل أبيب أجلت عمليتها البرية الواسعة واستبدلتها بعمليات محدودة بناء على طلب واشنطن فيما اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء الأمر الذي قد يدفع أطرافا أخرى إلى التحرك ترجمة نانسي قنقر